احنا يعني في معركة بقاء ان شاء الله هننتصر فيها الناس اللي بتقول ان انتوا بتقولوا ان الدولة في مرحلة صعبة وبتشكك في ده مثال العمليات اللي بتحصل دي والتربص اللي حاصل ببلدنا كل ما ناخد خطوة للامام يؤكد ان احنا في مرحلة صعبة ان شاء الله مصر بربنا اولا ثم بشعبها ثم بقيادتها السياسية ومؤسساتها قادرة انها تكتازي المعركة دي وانا بضم صوتي لصوت سيادة اللواء الشعب هو الاساس في هذه المعركة طول ما الشعب متماسك وعلى قلب رجل واحد وطول ما كل واحد فينا بيقدي دوره لما شوف تصرف غريب واحد ابنه زي ما ساتلوا كان بيقول ابنه اختفى وهو مش عارف راح فين ابنه بيعمل تصرفات غريبة ولا جار ولا كده كل ما هنقدي دورنا كل ما هنقدر نقهر الجماعات الارهابية دي وهنقدر ننهض ببلدنا ونحطها في المكان اللي طلق بيها وبشعبها شكرا ستنا بساتلوا شكرا جزيلا لحضرات حافظة شكرا طبعا شكرا لك انه اوجه رسالة لقنوات الارهاب والمنظمات الداعمة